بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه المحاضرة الثانية للمجموعة مجموعة التقوية الخاصة بمبادئ القانون الفره الأولى كل التجار فالمحاضرة الأولى كنا عرفنا عنه قانون وعرفنا عنه القانون علم فن وعلم علم تنظيمي علم تقويمي علم حمائي علم اجتماعي وأن القانون علم وفن وأن يقعوا العلاقة من القانون والحق ودينا في فرق بين القانون الوضعي والقانون الطبيعي وركزنا أن القانون من خلال العالية الوحيدة التي نُرrants هو مجموعة ملتزمال العلاقات داخل المجتمع بعد ذلك قلنا في تعرف القاضة القانونية القاضة القانونية هي واحدة ما يتكون منها القانون وهاي قاضة قانونية تتكون من أوزئين الفرد والحكم الفرد هو السلوك اللي بتنظم القاعدة القرنية والحكم هو الأسر أو الجزاء المتبتب على مخلفة السلوك ده بعد قد قلنا أي خصاص القاعدة القرنية وأن القاعدة القرنية قاعدة عامة ومجردة قاعدة سلوكية واجتماعية قاعدة ملزمة وقلنا قاعدة ملزمة لي لأنها بتقتلن بجزاء كنائي يوقع على من يخلف أحكمها دي المحاضرة اللي فاتت وكنا توقفنا عنده هنا في مجموعة التقوية اللي كانت الأسبوعي قبل الماضي من الساعة 10 للساعة 12 محاضرة النهاردة بها نتكلم في ثلاث موضوعات الموضوع الأولاني الفرق بين القانون والدين والأخلاق الفرق بين القانون والدين والأخلاق والعداد والتقاريد هنفرق من حيث التعريف ومن حيث النطاق ومن حيث الجزاء ومن حيث الهدف أو الغاية ومن حيث التحديد أول حاجة القانون التعريف وإيه دي مجموعة القواعد القانونية اللي بتنظم العلاقات داخل المجتمع بصورة عامة ومجردة ومجزمة ده تعريف القانون طب إيه تعريف الأخلاق الأخلاق دي مجموعة من القواعد اللي بيتبناها الشخص النفس. الاخلاق مجموعة من القواعد اللي الشخص يتبناها لنفسه. بهدف الوصول الى اقصى درجة من السمو كمان. يبقى الاخلاق الشخص هو بيحط القواعد لنفسه. القانون مفروض على الشخص. القانون مفروض على الشخص. لكن الاخلاق قواعد ذاتية قواعد اسسة ذاتية. اسسة شخصية. كل شخص بيحط القواعد اللي هي عايز يوصل بها الاقصى درجة من السمو والكمال. يبقى كده عرفنا القانون مجموعة من القواعد القانونية اللي بتنظم علاقات داخل المجتمع بصورة عامة ومجردة ومجردة اما الاخلاق هي ايه دي مجموعة من القواعد اللي بيتبناها الشخص النفس فاساس الاخلاق اساس ذاتي اساس ذاتي ليه بهدف ان يصل الانسان الى اقصى درجة من السمو والكمال طب تعريف الدين دي مجموعة من القواعد او الاحكام المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسل الدين مجموعة من القواعد المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسل والاديان المعترف بها والاديان المقننة هي الاديان السماوية الدين الاسلامي والدين المسيحي والدين اليهود اما العادة والتقاليد دي مجموعة من القواعد اللي بتنظم علاقات داخل المجتمع كده فرقنا من القانون والدين والاخلاق والعادة والتقاليد من حيث التعريف نفرق من حيث النطاق نقول لك القانون بينظم السلوك الخارجي فقط وبالتالي الشخص لا يحاسب على نيته القانون حسب الأصل لا يحاسب الشخص على نيته يبقى القاعدة القانونية قاعدة سلوكية ليه لأن القانون لا يحاسب شخص على نيته بل يحاسب الشخص على سلوكه الخارجي أما الأخلاق لا القاعدة الأخلاقية لأن هدف بنى الفرد فبتحاسب الشخص على علاقته مع غيره ودي الأخلاق الاجتماعية وبتحسب الشخص على علاقته مع نفسه فالأخلاق بتحسب الشخص على نيته وما يدور في داخل نفسه يبقى الأخلاق أوسع نطاقا من القانون لأن القانون بينظم فقط السلوك الخارجي أما الأخلاق بتنظم السلوك الخارجي وبتنظم كذلك السلوك الداخلي أو بتنظم النية أو بتحسب الشخص النية طب الدين لا ده الدين أوسع نطاقا من القانون والأخلاق لأن الدين بينظم سلوك خارجي لأن النمى الأعمال ان النمى الدين المعامل الرئيسي يحسب billah بلو.القانون يحسبUM الدين이 عليها وندعماله بالنيات وكمان الدين أوسى نطاقة ليه لأن على إنسان فقط الخارجي علاقة الانسان بغيره وبينظم السلوك الداخلي بيصاف في نية الفرض بحسب الشخص على نيته وكمان بينظم الدين بينظم علاقة الشخص بايه بربع طب ايه انما نطاق العادات والتقاليد برضو بتنظم سلوك ايه خاربي يبقى كده احنا فرعنا من حيث بين القانون والدين والاخلاق والعادات والتقاليد من حيث التعريف وكمان فرعنا من حيث النطاق او صحه من نطاقا يعتبر الدين لانه بينظم علاقة الشخص بغيره وبينظم علاقة شخص بنفسه نيته وبينظم كذلك علاقة الشخص بايه بربه ويجي هنا بعد كده برضو نقارن بين الجزاء ودي نقطة مهمة جدا ان القانون القاعدة القاعدة ملزمة يعني بتقترن بجزاء جنائي يوقع لمن يخالف ايه احكام هالجزاء ده قد يكون جزاء مدني قد يكون جزاء جنائي قد يكون جزاء اداري اما بالنسبة للاخلاق فالجزاء هو عبارة عن جزاء معنوي عبارة عن تأنيب ضمير واستنكار المجتمع اما الجزاء في الدين هي جزاء اخروي لسه في الاخرى وبالتالي لو انت مصلتش محدش حسبك مزكيتش محدش حسبك ليه لان الحساب على مخالفة الدين حساب اخروي حساب في الاخرى اما العدات والتقليل فالجزاء فيها المعاملة بالمثل الدين قد جزاء قد يكون جزاء جناي وقد يكون جزاء إداري وقد يكون جزاء مدني طيب بالنسبة بعد كده التفريق بين القانون والدين والأخلاق والعدادات والتقاليد من حيث الغاية أو الهدف نقول لك الهدف من القانون الحفاظ على استقرار المجتمع لكن الهدف من الأخلاق لا بناء الفرض بناء سليما حتى يصل الفرض العقصى درجة من السمول كمان طيب الهدف من الدين بناء الفرض وبناء الدولة طيب لكن الهدف من العادات والتقاليد الهدف من العادات والتقاليد هي تتمثل فيه عفاظ على استقرار داخل المجتمع آخر نقطة في التمييز بين القانون والدين والأخلاق والحادث والتقاليد من حيث التمييز من حيث التحديد نقول لك القاعدة القولينية عشان قاعدة مكتوبة في الغالب ومصارقة بدقة في قاعدة محددة اما القاعدة الدنيا فقط قاعدة غير محددة لان يختلف باختلاف الأديان ودخل الأديان يختلف باختلاف التواف والملل طب قاعدة الخاصة بالتقاليد قاعدة غير محددة لان تختلف من مجتمع senate والمجتمع��ى أو من بيئة اخرى tänker في ا Festi Way يباا هنا قاعدنا بين القانون و الدين و الاخلاق و عادات و التقاليد من حيث التعريف من حيث النطاق من حيث الجزاء من حيث التحديد من حيث الهدف طيب ما تجي الاسئلة A-D بيقولك مثلا يقولك القانون اوسع نتاقا من الاخلاء اتوالي غلط اذا القانون بينظم سلوك خارجي اما الاخلاء بيتنظم سلوك خارجي وسلوك داخلي القانون لا يحسب يشكون خاصة عن نيته حسب الاصل لكن ممكن القانون يحسب يشكون خاصة عن نيته اذا قرنت بسلوك خارجي زي القتل العمد عشان نقرن بنية سيئة جزاء اقوى واشد من القتل الخطأ اللي مفهوش نيوم ممكن ان نقول لك من حيث الجزاء القانوني جزاء مادي ملموس توقع السلطة المختصة السلطة المختصة قاضية يحكم حكومة نفذ اما الجزاء الاخلاق ده جزاء معناه ويعباره عن تأنيف الضمير واستنكار المجتمع نبعنا تقررنا بين القانون والدين والعادات والتقاليد والاخلاق من حيث التعريف والتحديد والنقاق والجزاء والهدف الاسئلة اللي بتيقي ده بتقارن بين القانون والدين والقانون والاخلاق بالجزئية معينة من دون بنحدد طبعا هنمليت بعد الفتر نمليت تلخص ايه ما تيجي تلخص الكلام ده بتعمل مربع وبتكتف فيه آآ 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 كاليات تنظيم العلاقات داخل المفاهنة بتكتف اول القانون في المربع الاولاني في المربع الثاني الدين في المربع الثالث الاخلاق اخلاق في المربع الاخير الانات والتقاليد. تكتب من حس التعريف وتعرف تقول القانون هو مجموعة من القواعد التي تنظم الالاقات داخل المجتمع بصورة عامة ومجردة وملزمة. طيب الدين مجموعة القواعد والاحكام المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق الرسل. طيب الاخلاق دي مجموعة القواعد اللي بيتبناها الشخص نفسه بهدف الوصول الى اقصى درجة من السمو والكمال. طيب المجتمع الجبت والتقاليد دي مجموعة من القواعد اللي بتنظم الاخات دخاء مجتمع صغير. وان المجتمع ده اي كيان يتكون من اكتر من فرد. وال Asura مجتمع وده اصغر المجتمعات. والكلية مجتمع والدولة مجتمعة كاكبير للمجتمعات على المستوى الداخلي والعالم مجتمع ده اكبر المجتمع ت ven sera على المستوى الخارجي او المستوى الدولي. كده فرقنا من حس التعريف. من حس ان طيب القانون لا يُنظم الا السلوك الخارجي. والاصل ان على حاول قانون لكن القانون لا يحاسب الشخص على نواياه ولكن يمكن القانون أن يحاسب الشخص على نواياه اذا اخترنت بسلوق الخارجي بالنسبة عن الأخلاقöt لا نطاقها تقليل رغم بين intensابعي لو أن يحاسب الشخص على السلوك الخارجي وستحاسب الشخص على نيته فالاخلاق أقليل طاقة من القانون وبالنسبة للدين اقليل أن ليست وصوجيا وصيتحت من قانون من الأخلاق لأن الدين يتمون التصحى على النظام بين تغلالة ولنسبة by means دين المعاملة بنظم ملاقات بين الافراد وبرضو بنظم سلوك الداخلي انما اللي عمله بالنيات كمان بنظم ملاقة الشخص بربه لازالي جولات رب الاسم وانا طالع يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصص بمعنى انا ممكن اعبدي غيري على نفس حتى لو انا محتاج ليه وشان بنتظر جزاء في الاخرى. انما بالنسبة لي العادات والتقاليد نقول لك العادات والتقاليد نطقة ايه برضو بتنظم سلوك خارجي بل العادات والتقاليد بتتفق مع القانون اللي اتنين بينظموا سلوك ايه خارجي يبقى العادات والتقاليد بتتفق مع القانون من حيس النطاق اللي اتنين بينظموا سلوك خارجي ومن حيس التعريف اللي اتنين قواعب يتنظم الاختلاف في الجزاء. نجي نفرع في النقطة الثالثة بان القانون والدين والاخلاق والعادات والتقاليد من حيس الجزاء تقول الجزاء القانون جزاء مادي ملموس توقعه السلطة المختصة. قد يكون جزاء اداري قد يكون جزاء جنائي قد يكون جزاء مدني. بالنسبة لي الجزاء الديني لا ده جزاء اخروي اي يوقع في الدنيا. وبالتالي ممكن الانسان في نهاية عمره ممكن يتوبه برضو الجزاء ده يتفادى الجزاء ده. لما الجزاء الاخلاق ده جزاء معنوي عبارة عن تأنيب الضمير يبقى السلطة اللي بتوقع الجزاء الاخلاقي هي الضمير. وحيلا ممكن القانون ما يكونش الضمير ما يكونش موجود وبالتالي اللي يوقع شخصي جزاء لنفسه. طيب من حيث التقريد الجزاء في اي كبارة عن المعاملة بالمثل. بمعنى ان انت هتساعدني ببونابيتي هتساعدك ببونابيتك. هتجي لي بفرح يعجيلك بفرح. هتنقاطني بفرح بنتي هتنقاطي بفرح بينتك. هتسلم علي يا سلم عليك المعاملة بالمثل. لذلك نلاقي احسن ما فينا من عادة انقرر لان احنا بنعمل بعضنا بالمثل. وكده فرعنا من حيث ثلاث حاجات التعريف والنطاق والجزاء. نجي بان فرقة من القانون والدين والاخلاق والهدف والتقليد من حيث من حيث الغاية او الهدف. دول الغاية او الهدف من القانون هو الحفاظ على الاستقرار داخل المجتمع. برضو الهدف من القانون هو الحفاظ على الاستقرار داخل المجتمع. الهدف من الدين اوسع. لذلك معظم اللي هو هدف هو بناء الفرد وبناء المجتمع. بناء الفرد وبناء المجتمع. لذلك معظم الحضارات قامت على اساس ديني. لان الدين لو تم غرص حقيقة في نفوس المجتمع. هيبني الفرد بناء سليما وهيبني الدولة. وهيساعد الدولة على التقدم. اخر نقطة فيها بنفرق بين القانون والدين والاخلاق والعداد والتقاليد من حس التحديد. نقول لكم القاعدة القانونية قاعدة محددة لانها قاعدة مكتوبة. قاعدة مكتوبة. تلمها مكتوبة محددة واضحة. لكن القاعدة الدينية أن هديني 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 هوديني هديني 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 هاديني هديني 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 ه تختلف من مجتمع لمجتمع ومن كأي they can برضو الاخلاق غير محدده لليان هي اساسية شخصة بتختلف من شخصون شخص حتى نفس الشخص بتختلف اخلاقهم من وجهة اليه للتالي يبقى هذا الموضوع الاولان بتاع المهارده الموضوع الاولان إنا قررنا بين القانون والدين والاخلاق والاعدادة والتقاليد ما تجي تلخص دون بتعم المربع وتكتب القانون في الاول بعد منه الدين بعد منه الاخلاق بعد منه العادات والتقاليد تكتب تعريف ده ايه زي ما احنا قمناها تقرأ المعادرة تقرأ كذا مرة وتكتب لنا كتبه وتقرأ من الكتاب أنا خطط ده في الكتاب أو أنا خططه في الكتاب تاخده من الكتاب وتحدده طيب نجي للنوطة اللي بعد كده اللي هي خاصة بأنواع القواعد القانونية وإننا هل بنقسم القواعد القانونية النوعين قاعدة أمرة وقاعدة مكملة مش عايز منا دخير طرف قاعدة الأمرة هي المعادرة قاعدة أمرة تمام لكنها أمرةier فتنهاية واتو إلى �تبت القاعدة الأمرة القاعدة اللي بتجرم الأكل القاعدة اللي بتجرم السرع القاعدة اللي بتحدث سن التجنيد القاعدة اللي بتحدث سن الجواز القاعدة اللي بتحدث سن الفيدة دي كلها قواعد آمرة لا يجوز لاتفاعلة ما يخلف وأي اتفاعلة ما يخلف فيعد باطل أي اتفاعلة ما يخلف فيعد باطل أما القاعدة المكملة دي القاعدة التي يجوز لاتفاعلة ما يخلف وأي اتفاعلة ما يخلف فيعد صحية زي إيه القاعدة اللي بتقول تسليم الشيء المبيع محل البايع يعني ما يبايع اما تيجي تبيع حاجة سليمة في المكان اللي يتباعها منه بس كيف هناك القاعدة بقول لك ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك يعني ممكن نتفع على ما يخلف ممكن نتفع على ما يخلف طالما يجوز الاتفاع على ما يخلف بدي قاعدة مكملة برضو من القاعدة المكملة القاعدة اللي بتقول لك تسليم السعر عند استلام الشيء المبيع طبعا البيع عايز يبليع كتير فممكن نقول لك بايع برقصة نقول له طالما يجوز الاتفاق على ما يخلف بقاعدة مكملة يبقى القاعدة المكملة هي القاعدة التي يجوز لاتفاق على ما يخلف اي اتفاق على ما يخلف عضو صحيح امثلة دي قلنا هنا مثالين وقلنا هنا خمس امثل تعريف القاعدة الامرة تكتب كده تعريف القاعدة الامرة هي القاعدة التي لا يجوز لاتفاق على ما يخلفه. واي اتفاق على ما يخلفه يعد باطل. مثل القاعدة اللي بتجرم السرقة. القاعدة اللي بتجرم الاكل. القاعدة اللي بتحدد سير الفيتا. والقاعدة اللي بتجرم الارهاب. كل دي قواعد امرة لا يجوز لاتفاق على ما يخلفه. القاعدة بحد السن التجنيد. قاعدة بحد السن الجواز. دي قواعد امرة لا يجوز لاتفاق على ما يخلفه. واي ته القاعدة المكملة التي يجوز لاتفاعة على ما يخلفه. وأي يتفاعة على ما يخلفه على صحيح. زي القاعدة اللي بتقول ايه تسليم الشيء المبيع ما لم يوجد اتفاق او ارفق دي بغير كنك. يبقى معنى كده ي mathematical احنا ممكن نتفاع لما يخلف. التفاعل ما يخلفه صحيح. ايه ايه ni القاعدة المكملة تسليم الشيء المبيع عنده استلام تدم. يا بايا ما نسلمش شيئلات بها ولا ما تستلم تابعا. دي قاعدة ايه? قاعدة مكملة. يعني يجوز الاتفاع على ما يخلف. طب كده عرفنا القاعدة الامرة ودينا امثلة. وعرفنا القاعدة المكملة ودينا امثلة. عايزين نقول لك ايه معيار التمييز بين القاعدة الامرة والقاعدة المكملة. تقول لي معيار التمييز بين القاعدة الامرة والقاعدة المكملة في معيارين. ممكن نميز بين القاعدة الامرة والقاعدة من حيث الفاظ القعدة اول معيار هي من قعدة امرياء هو المعيار اللفظيك يعني ايه المعيار اللفظي? ازا كانت القعدة تأمر وتنهى ولا تجيز للتفعلة لو فلما يخلفها فهمت هي من حيث الفاظة ؟ يبقى قادة امرياء اذا كانت القعدة بتجيز للتفعلة لم يخلفة يبقى ذي قعدة مكملة. قاعدة ايه? مكملة. طيب ادي المعيار الاولى. طب افرض احنا ما عرفناش من الفصل قاعدة نعرف اذا كانت امر ولا مكملة. الا في ميار تاني اسمه معيار المصلحة. ميار الايه المصلحة. لو القاعدة بتهدف لتحقيق المصلحة العامة او مصلحة عامة تبقى قاعدة امر. لو القاعدة بتهدف لتحقيق مصلحة خاصة مصلحة اطراف الالاقة او اطراف القاعدة يبقى قاعدة مكملة. يبقى احنا في التمييز بين انواع القواعد ن Josephine معايير التمييز ممتاز米 معايير لفظي ومعيار معلاء هناك نقطة مهمة امتاز لماذا مع المستoubt των مشارعك دعودنا ق below 10 إذا لم يتفق الأطراف على ما مخالف القعدة المكملة تصبح القعدة المكملة ملزمة هي اول اهمية. انه ممكن الافراد ما يتفاوش على ما يخالف القاعدة المكملة. فلو ما تفاوش على ما يخالفها تطبق القاعدة المكملة وتصبح ملزمة. يعني على سبيل المثال. لو احنا ما اتفاوش على ان تسليم الشيء المبيع محل المشترك. يبقى اصبح القاعدة ان تسليم الشيء المبيع محل الباقي. وبالتالي اذا هلك الشيء عند تسليمه يتحمل المشتري تابعة الهلاك. لانه اصبح المالك بمجرد البيع. برضو عامية القاعدة المكملة هي تمثل التنظيم الامسل للعلاقة. تمثيل التنظيم الامسل للعلاقة ان انت ايه. ما تبيح حاجة اخد تمانها في الحال ده التنظيم الامسل. لكن افرض البيع بقى عايزي يجي على نفسه عشان يبيع كتير. فبول انا هسلم طلبات للمنازل. برحتك لان دي مصلحة ايه? خاصة. يبدو الموضوع التاني. بنفرق بين القاعدة الامرة و القادة المكملة. عرف ديا تعرف ديا. وانيجي في تعريف دي. تعريف دي.نبوز طبا قاعدة الامرة و ملدي change الا الاقامل و القاعدة المكملة. و بعد كدا الحليز مเล C auf dem و في النقطة الرابعة في الفرق دا. نحن نقول ايه قاتل القاعدة المكملة. ايه اهمية القاعدة المكملة? تعريف عادة لمهم olduğu أنه عشان كانت تمسل التنظيم الأمسل للاقا اتنين أنه هتصبح ملزمة ونطباها إذا لم يتفق الأفراد على ما يخالف. ها فرقنا بين القاعدة الأميرة وقادة المكملة. هذا هو موضوع الثاني الثالث في المحضرة وهي تتمثل فيه أن نفرق بين أنواع القوانين قلنا 기فا لدينا كم ملاحاصلكة من القوانين والعلاقات عندنا نكمل حصرة لهم من القوانين والعلاقات قلنا لو القانون بينظم علاقات لو القانون بينظم علاقات أحد أطرفها الدولة يبقى القانون ده قانون عام لو القانون بينظم علاقات بين أفراد عاديين يبقى القانون ده قانون خاص يبقى أول ما يرى أدر ما يزبيه بين القانون العام وقانون خاص معيار اطراف العلاقة احد اطراف فالدولة يكون القانون عام اهمية تمييز بين القانون العام في المنزم القانون خاص احدد نوع القضاء اللي أخد منه عقويه في حالة النزاع لو النزاع بين أفراد عاديين هنروا القضاء العادي لو النزاع أحد أطرافه بالدولة هنروا حلق قضاء الإدار يبقى حددنا هنروا أول ما يرم validate لقوانا العامة و القصص كاملة حصرة له من العلاقات كاملة حصرة له من القوانون وبالتالي القوانين ما بتتحفظ بأنه عندنا ألاف القوانين لكن ممكن ألاف القوانين ده بد نحصرهم بين حقيتين إما القانون يبقى فرع من فرع القانون العام أو القانون يبقى فرع من فرع القانون الخاص نميز بين الاتنين إزاي؟ نقول لك هتميز سهل قوي تيجي تشوف القانون أحد أطراف العلاقة إيه؟ هل القانون بينظم العلاقة بين أفراد عاديين؟ يبقى القانون ده قانون خاص القانون ده بينظم علاقة أحد أطراف الدولة يبقى القانون ده قانون إيه؟ العام المعيار الثاني معيار المصلحة لو القانون بيهدف لتعامل أصلحة عامة يبقى قانون عام لو القانون بيهدف لتعامل أصلحة خاصة يبقى قانون خاص ميار الثالث من المعايير التميز بين قانون العام والقانون خاص وهو معيار السلطة والسيادة لو الدولة وهي طرف العلاقة بتتعامل كطرف لسلطة والسيادة يبقى قانون عام لو الدولة وهي بتطلع في العلاقة بتتعامل كفرد عادي بقى قانون خلاص زي وزارة الدخلية لو بتتعامل كوزارة الدخلية لها سلطة وسيادة بقى قانون عام لكن فريق الدخلية اللي في الدولة لا ده بيتعامل كفرد عادي بقى قانون قانون إيه خلاص من أمثلة القانون العام وان القانون الدولي العام ده اللي بينظم العلاقة بين الدول في وقت السلم ووقت الحرب والعلاقة بين الدول والعلاقة بين المنظمات الدولية برضو قانون دستوري اللي بيحدد شكل اللي الدولة ونظام الحكم في الدولة والعلاقة بمسلطة في الدولة وبيحدد الهو الحرية اللي إبطاء overly surprised إبقى قالون عام Ser isso Pamela מח قانون الاد Ver istρωfic prison قانون الدولي العام قانون عام قانون الدالي اللي بينuzzّم العمل داخل المرفق عام مرتبط قانون عام قانون مالي اللي بينظّم إراداته في النفقات الدولة قانون الجنائي اللي هدف الردع والتخويف واللي بيحدد الجرائم و aproximخباتها لالان ايها جريمة ولا اقبات الى بنص قانون العام قانون الاجراءات الجنائية найти الاجراءات قدام المحاكم الجنائية قانون الايجراءات مدنية 내가 حدد الاجراءات قدام المحاكم المدنية اي قانون وق Herausforderت المدنية كل هذه حصل لنا من قانون العام قانون التجنيد قانون عام تلا ما القانون أحد أطرافه الدولة أو بيهدف داعية مصلة عامة أو الدولة في صعب سلطة والسيادة بقى قانون عام القانون الخاص زي إيه زي قانون أحوالي الشخصية وينظم العلاقة بين الأفراد العديين جواز والطلاق وفي بعض قاعد في قاعد عامة بس هو يقلب عليه الطبيع الشخصي لأنه بينظم علاقة بين الأفراد العديين وإذا كان يهدف تحت لمصلحة عامة يبقي القانون. زل type ايمهم قانون مدللي بينظم المعاملات المالية من الأفراد العديين. قانون عام. قانون تجاري اللي بينظم العلاقة من التجار قانون عام. القانون الدولي الخاص اللي بينظم العلاقة اللي فيها عنصر أجنبي. ده قانون دولي خاص. كده دي ن أمثل للقانون العام و أمثل القانون خاص. قانون العمل الخاص اللي بينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص ده قانون خاص قانون خاص يبقى كده حددنا ايه انواع القوانين وايه انواع القواعد وحددنا ايه العلاقة ايه العلاقة بين القانون والدين والاخلاف والعزوى التقليد نبدأ دلوقتي نفتح الكتاب ونحدد هنلخص ايه احنا كده وقفنا عند صفحة وقفنا كده عند صفحة 32 وقفنا عند صفحة 32 نبدأ نجيب صفحة في صفحة 24 25 26 دي اللي بتميز بين القانون والدين والاخلاف والعادة والتقاليد وانا بناخد اخر ثلاث سطور في 24 بنعلم اخر ثلاث سطور في صفحة 24 ونعلم 25 كلها ونعلم اخر ونلغي اول فقرة في 26 تكتب عندك في العشرين وراء اللي احنا قلناهم تلخيص تلخيص الثلاث وراء الدول اتلخصهم ازاي تكتب التمييز بين القانون والاخلاف والدين والعادة والتقاليد على الفاكرة احنا ضفنا هنا ضفنا هنا نقاط كتيرة مش موجودة في الكتاب ضف عشان تفهمها تكتب ونقارن بينين من حس التعريف تكتب تحت القانون تحت القانون تعريف ايه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات داخل المجتمع بصورة عامة ومبردة وملزمة ده تعريف الايه القانون تعريف الاخلاق دي مجموعة القواعد التي يتبناها الشخص نفسه اي ان اساس الاخلاق اساس ذاتي مجموعة القواعد التي يتبناها الشخص نفسه الشخص هو اللي بيحطها نفسه نمد الدين والعادة والتقاليد والقانون دي الانسان في سلطة اعلى منه اللي بيحط القواعد لكن في الاخلاق لا كل واحد بيحط القواعد لنفسه لتوصلوا لأقصى درجة من السموه الكمال زي اللي تكتب كده أساس الأخلاق أساس ذاتي كل واحد بيحط قواعده نفسه القواعد اللي توصلوا لأقصى درجة من السموه الكمال لكن القانون فيه سلطة فرضاء عليه سواء كان السلطة دي مجلس النواب سواء كان السلطة دي الأب في البيت سواء كان السلطة دي كبير الآيلة سواء كان السلطة دي صاحب العمل سواء كان دي سلطة أعلى مني من القانون اقول المجتمع غير شرط يكون دولة لو مجتمع الدولة يبقى السلطة التي تضع القواعد القانونية ке مجلس النوات لكن لو مجتمع ده الأسرة، يبقى السلطة التي تضع القانون هناك هو كبير البيت لو كيان ده العيلة من هناك يبقى أوه على القواعد لكن اعجبنا ان المجتمع هو الدولة بس اقولنا المجتمع ده اي كيانة تكاوم من هكTER مفرطة كده بتعرف القانون بتعرف الأخلاق القانون مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات داخل المجتمع بسرعة عامة ومبردة وملزمة الأخلاق مجموعة الأحكام القواعد التي يتبنىها الشخص النفس وصولها لأقصى درجة من السمو في حدود إمكانياته عايز يبقى يتبنى الأخلاق لتوصله اللي هو عايزه طب إنما إيه هو الدين دي مجموعة الأحكام والقواعد المنزلة من عند الإله سبحانه وتعالى من عند الله سبحانه وتعالى عن طي الرسول قوة أعلى اللي بتنظم طب العدد والتقاليد دي مجموعة من القواعد اللي بتنظم العلاقات دي كبير المجتمع هو اللي بيعملها يبا كده أخذناك تعريف طب منحس أن طاقته للقانون حسب الأصل لا ينظم إلا السلوك الخارجي وبالتالي القانون لا يحاسب الإنسان على نوايا ولكن هناك استثناء يحاسب القانون الإنسان على نوايا إذا اقترن بسلوك خارجي إنما الأخلاق أوسع لتقام من القانون تحاسب الشخص على سلوكه الخارجي لأن القواعد بديء الأخلاق الاجتماعية اللي بتنظم العلاقة من الفرد وغيره لكن فيها أخلاق تانية اسمها الأخلاق الفردية اللي بتنظم نوايا الإنسان تطهر الإنسان من الجو اسمها الأخلاق الفردية دي بتحاسب الشخص على نيته يبقى الأخلاق أوسع نطاقا الدين أوسع نطاقا ليه؟ لأنه بينظم سلوك خارجي على قانون وبيحاسب الشخص على نيته إنما الأعماله بالنيات وبينظم على اعتبره أما بقى نطاق العدد التقليل الجزائي نطاق القانون بينظم سلوك خارجي طيب كده فرقنا من حيس التعريف من حيس النطاق نقول من حيس الجزاء الجزاء القانوني مادي ملموس تكتب الجزاء القانوني جزائي مادي الموس توقع السلطة المختصة قد يكون الجزاء داري قد يكون مدني قد يكون جنائي ده جزاء مادي وملموس وحال في الدنيا إما يمس حريتي حبس وسجل أو يمس جسمي إعدام أو يمس فلوسي مصادرة تعويض غرامة وممكن يمس حريتي الوضعي تحت المراحل أما الجزاء الأخلاقي ده جزاء جزاء معلوي مش مادي جزاء معلوي عبارة عن تقنيب ضمير واستنكار المجتمع عبارة عن تقنيب ضمير واستنكار المجتمع حينما الجزاء الأخلاقي الجزاء العادة والتقليد هو المعاملة بالمثل بمعنى هتيجي تساعدني ابونا البيت بتاعي هتعزيني في والدي هعزيك في والدي هتيجي معاية نقط بنتي هجي معاك نقط بنتك المعاملة بالمثل المعاملة بالمثل الغاية من القانون والتقاليد هو الحفاظ على استقرار الداخل المجتمع إنما الغاية من الأخلاق هي بناء الفرض بناء سليما حتى يصل إلى أقصى درجة من السمو والكمال ولكن الغاية من الدين بناء الفرض و بناء الدولة وصول إلى أقصى درجة من السمو والكمال بل كدفال لانه لأنه بين اللوائف The savent نجب ما اقول شيء من 2002 قعدة القodore القونية قاعدة محددة قعدة مساغة بدقة قاضة واضحة قعدة دينية قعدة غير محددة لانٍأنهي دينه طباة وفي النفس الدين an barrels طباة قعدة الدينية غير محددة والقعيدة الاخلاقية غير محددة والعادة والتقاليد غير محددة يبقى أنت التلات صفحات دون بطلقصهم زي ما احنا وأننا بقانب بين القانون والدين والأقلال والعادة والتقاليد من حيث تعريف التحديد النطاق الجزائر نجي في صفحة 27 بناخد أخر فقرة ونكتب تعريف القاعدة المكمة الأميرة هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخلف تكتب كده هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخلف وكل اتفاق على ما يخلف يعض باطل مثل القاعدة التي تجرم القتل نجي في القاعدة المكملة ناخد 28 كلها تكتب القاعدة المكملة هي القاعدة التي يجوز الاتفاق على ما يخلف وكل اتفاق على ما يخلف هي عض صحيح يبقى الأميرة هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على ما يخلف وهي اتفاق على ما يخلف يعض باطل لكن المكملة هي القاعدة التي يجوز الاتفاق على ما يخلف وكل اتفاع لما يخلي في عدية صحيح مثالها زي القاعدة التي توجيه تلزم تسليم الشيء المبيع محل البيع بس تبيع بقى ما لم يوجد اتفاع او غرف يقضي بقية دي اول نقطة نعرف دي بنعرف دي نقطة رقم اثنين تقول المعيار التمييز بين القاعدة الاميرة والقاعدة المكملة تقول في معيارين المعيار اللفظي غريف اننا من الفظ الع manifestations ان اننا من الفضي weirdo لاذا كان ان القاعدة امرة امرة ولو القاعدة بتعمل تنهى او غريفة يبقى ه امرة لما قاعدة دي لمåtه يبقى we reacted to the same ويقول لك ايه جد والقاعدة المكملة ايه همية القاعدة المكملة هلقولي القاعدة المكملة هساوي فتصبح ملزمة اذا لم يتم التفق على العمل خالفة كما ان الهمية التانية انه يتمثل تجسد التنظيم الامثل للعلاقة تبا كده خلصنا دي وقلنا معايير التمييز بينهم نجي انواع القوانين بقى ناخد اول فقرة في 30 فانواع القوانين بنحن صفحة 31 تلاتين والقانون الذي يهدف لتحقيق المصلحة العامة والدولة بتكون احد اطرافهم منعرف القانون الخاص وقانون اللي بننظم لقب أن افراد عاديين بيهدف لدعية مصلحة خاصة الهي معايار التمييز بين القانون العام ومعيار التمييز بين القانون الخاص قانون العام ينظم للقب له الما вид العديين هي بين الافراد العاديين. القانون القاسة بالنظام العلاقة بين الافراد العادين. قانون القاسة الحالة يقدم للتعايير مصلحة قانون القاسة النظام في recommendations للتعايير العام الدولة هي القانون دا يكون لها سلطة وسيادةٌ. النبيعار الثالث لو ما عراه سلطة وسيادة. nächاق poetic الدولة ما بدكون لها سلطة وما لم تقلص نقوم بقع القانون الدستوري قانون الذي ينظم احدد شكل الدولى طبيعه الحكم في الدولة والعلاقه من السلطة فى الدولة والحبوب والحريات هذا القانون الاداري هذا القانون ينظم العامل داخل الارفق عام القانون الدولي العام دها اللي بينظم العلاقة بين الدول في وقت السلم ووقت الحرب دها المثلات القانون العام قال 오른 간단 المدني اللي بينظم العلقاء مع خالق المعاملات المالية لدها السلام عندما يقوم شخص ب WelshPS قانون الدول الخاص و assembling العقل فيها عنصر عجنبي ان الواحد مصري يتجاوز واحدة فلسطينية انهي القانون اللي يحكمنا ولكن القانون ده من خاص باي حدد ايه القانون ويب التطبيق وايه المحكمة اللي بتنظر النساء مش عايزين برضو فالوضع دي غير الجزئية دي وكده ابقى انتهت المحاضرة تبدأ تذاكر التنصف عبدون وان شاء الله يوم او اثنين وننزل المحاضرة اللي بعد كده حيث نقدر نكمل نلحق باللي حصل نلحق بالمحاضرات ما تلاقوش خاص ان شاء الله نبقى متواصلين مع بعض سواء من خلال تسجيل المحاضرات او من خلال عمل بس مباشر في البس المباشر انا اجاوب على كل اسئلة بتاعتكم بحيث احنا اونلاين نتعاون نتواصل معكم ان شاء الله يكون خلال فترة قصيرة ان شاء الله نتواصل ما تقلقوش من اي حاجة اهتموا بصحتكم حاولوا حاولوا تركزوا في المادة حاولوا تركزوا في المادة عندنا فرصة كبيرة عندنا وقت كبير دلوقتي ممكن ان نقرأونا الطالة وانتابق اساسنا في المذاكرة ايه اسمع المحاضرة اسمع المحاضرة حطها في ودنك اسمعها اكتر من مرة افتح الكتاب انا مفططنك في الكتاب احنا كده وقفنا عن صفحة 32 32 خدناها كلها 31 خدناها كلها اول فقرة في 30 بعد اخذنا النهاردة من صفحة اه من صفحة 24 من صفحة اربعة من صفحة 23 لصفحة 32 اه ما تكملكش ساعة لا تد اقرأ اسمعها اكتر من مرة وقرأها من الكتاب عشان ما تغلطش وانت بتكتب بعد ما تقرأ شوف التلخيص اكتبه انت بأسلوبك لخص فرعة فرعتين وان شاء الله نتقابل بعد كده شوف تلخيص كل واحد فيكم وان حدد ايه الاسئلة المهمة ونشتغل ازاي المسأل ممكن يقولك يقولك سؤال القاعدة القانونية هي القاعدة التي تأمر وتنهى نقول له صح بس لو قال لك القاعدة القانونية ليه لان عندنا قواعد الامرة هي القاعدة التي لا يجوز للتفعل ما يخلفها اي التفعل ما يخلفها عضبات لكن لو انا قلت لك القاعدة القانونية هي القاعدة التي تأمر وتنهى فقط تقول لي غلط لان في قاعدة مكملة يجوز الاتفاع لما يخلفها. ويفرض واحد قال لي صح وواحد قال لي غلط الهابرا عندي بالتعليل. علل انت صح. شوف ده تعليلك حسب فهمك للسؤال. يالاجبار عندنا بالتعليل. برضو نقول لك القانون يحسب الشخص على نوع اياه. تقول لي غلط القاعدة القانونية حسب الاصل قاعدة سلوكية. وبالتالي يحسب الشخص على نوع اياه. لكن ممكن تقول لي صح. القانوني حسب الشخص على نوع اياه. اذا اقترنت بسلوك خارجي. ممكن اقول لك الاخلاق اوسع نطاقا من الدين. تقول لي غلط. الض品 اوسع نطاقا من الاخلاق. لان الدين بينظم ملقة الشخص بغيره. وبينزم علاقته الشخص بنفسه. وبينزم علاقة الشخص بربه. بتقول اوسع نطاقا من الاخلاق. واوسع نطاقا من الان قانون. وابعدة متقلم. دي امسل لاس === حاول تذكر ازاي اقرأ اسمها المحاضرة خلاص بعين مع بعض اونلاين حاول تسمع المحاضرة اكتر من المر وتبص تغلط في الكتاب عشان ما تغلطش ان في بعض الطلبة بتغلط في الكتابة ومتعتمدش على ورع غيرك يبقى انت ما احلك اسمع المحاضرة اقرأها من الكتاب لخصة بيديك بعد ما تغلطها من الكتاب عشان تلخصك تكتبه صح بعد كده احنا خلال فترة هنعمل محاضرة نحط فيها اسئلة وهنا تواصل اونلاين ونحاول بقدر الامكان باستمرار مع بعض ان شاء الله نتقابل بكرة برضو هندي محاضرة تانية ان شاء الله بحيث ان احنا نقدر نخلص خلال الاسبوعين دوم نقدر نخلص الباب الاول والتاني وهننزل برضو محاضرات خاصة على صفحتي خاصة باستكمال محاضرات الاسبوع السادس والاسبوع السادس بحيث ان احنا ميدين الاسبوعين اللهم معلقة فيهم الدرسة دوم نبدأ من الباب الثالث ان شاء الله تمنيات الجميع بالتوفيق خلي بالكم ان نرسقو ونحاول نزاك برضو اعتمد على المحاضرة اسمحها وقراها من الكتاب ولخص صفحك تمنيات الجميع بالتوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته